وضمنا فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة اتعرض الجزء الثاني من فيلم سوبر إيسو واللي بيجسد حياة الشاب كريم أحمد هو أحد أعضاء مؤسسة أولادنا من ذوي القدرات الخاصة وبدور الفيلم حول التنمر وإزاي لازم يكون للأهل والمجتمع دور في تشجيع ذوي الهمم ومواجهة التنمر الفكرة أصلا بتاعت الفيلم نفسها مهمة وبتعالج يمكن خلل قعدنا فترة نعاني منه ومجتمعاتنا قعدت فترة تعاني منه وبتتعافة منه ولكن لسه مازالت محتاجة شغل في الموضوع ده خلينا نتكلم أكتر عن الفيلم مع منتجته ريم حمودة اللي من ورانا صباح الخير يا ريم أهلا وسهلا من ذاك صباح خير عليك يا أهلا بي طيب لما نيجي نتكلم عن الفيلم والفكرة وإزاي ابتدت معاك الفكرة وكل التفاصيل بقى الفكرة هو طبعا أنا بنت سهيرة عبدالقادر يعني الفكرة عشان كده جاء خلاص عرفنا جماعة هي السبب في كل حاجة بتاع الموضوع ده فطبعا هي بدأت أولادنا من 8 سنين وأنا بقى بشوفها بتعمل إيه ويعني حاجة مبهرة جدا فجأت لي الفكرة يعني أنه طب هو إحنا نوصل إزاي للمجتمع يعني إزاي نرفع الأوارنس والوعي لكل الناس يعني بس كمان يعني عايزة أخاطب الأطفال لأنه هما دول أول حاجة يعني إحنا جبرنا وعندنا أفكارنا بس الصغيرين بقى ممكن نبتدي إن إحنا نرفع الأوارنس بتاعهم فأول حاجة جات إنه عن طريق كارتون لأنه كلنا وإحنا صغيرين الأنيميشن ده حاجة بالنسبة لنا صحيح هي أسهل حاجة بتوصل لنا وطول الوقت قاعدين وتمنجريه وكده فقلت ليه ما يبقاش فيه شخصية زي بقى سوبرمان والحاجات دي بس هي الشخصية دي اللي الناس بتبص لها وبتقلدها تكون هي دي والمنتر لحاجات كتير تكون شخصية من أولادنا اللي هم مميزين بطل خارج مثلا هو مميز إنه هو مختلف بالنسبة للناس إحنا بنشوفه مختلف بس هو مميز جدا فلو هتشوفه إيسو هو تكلمين عنه يعني الشخصية بتاعته عبارة عن إيه الشخصية بتاعته إحنا يعني حتى لما بدنا نعمل فيلم في الأول أول جزء اللي هو من سنتين ما كناش عارفين طب هنعمل إيه إيه القصة اللي هي تبقى برضو يعني توصل فبدأت أقول طب إحنا بدلا ما نقلف ما إحنا نجيب حد ويقعد يحكي لنا فدعيت لبيتي مادام إيمان الجميلة اللي هي مامة كريم وكريم وجينا وقعدنا وكانت المخرجة معنا وابتدينا إن إحنا نشوف ونسمع منها قصص وقلنا لحكي لنا هو ده كريم اللي بيع من المشغولات اليدوية أيوة بالضبط وحتى أخذنا منه بالضبط وهو عنده سماعة جميلة كده وبيلبس نظار أحيانا فإحنا بالضبط كان يعني الشخصية طالعة قريبة من شكله جدا وحتى هو لما شاف الشخصية فرح قوي وقال أنا إيسو فكان جميل فدي كانت البداية وفعلا إحنا أخذت الستوري اللي هي قالتها بالضبط وتحطت في الفيلم وتلعت جميلة جدا وبعد سنة كده استننا شوية وبعدين عملنا اللي هو سوبر إيسو طبعا بشكر المخرج اللي تعاون معي خالد عبد العليم وكاتب الحقيقة يعني محمود صبر كل حد بيعني حاجة زي كده بتلاقي الناس كلها تطوعت وعايزة أن هي تعمل يعني محمود بجد أنا كلمته محمود صبر معرفوش كلمته قلت له أنا عايزة أعمل قصة بس المرة دي عايزة أدخل شخصية كمان فدخلنا النملة واخترع كده ألف قصة لذيذة جدا عجبت الأولاد قوي وشريف حمدان الموسيقى برضو عملها كده تطوع فيعني بجد وياسمين الفكرة بتاعت التعلم بالمعايشة يعني إحنا وإحنا بنتكلم كده في البداية قلتي شازي بيسألك أنت جبتي الفكرة منين قلت له أنا عيشت ده من خلال إن شفته مع والدتي فإحنا بنتكلم في أن أنت بتحاولي تزرعي الفكرة في مخ الولادة الصغيرين علشان يعني الجداد إحنا بنشتغل عليهم بأفكار وبرش عمل وبطريقة لكن الصغيرين حيطلعوا أوتوماتيك الفكرة موجودة في دماغهم وفكرة التقبل الآخر وفكرة المعايشة والتعايش ده بتحطيه من خلال بقى الفان يعني والكاتون يعني الفيلم الأولاني ده علشان أنا حس بالموضوع فأنا صحابي في الشغل وكده قلت لهم يفرجوا لأطفالهم فصوروا لي قلت لهم أبو صوروا لي أطفالكم وهم بيتفرجوا عليها عشان أحيط فابتدوا يعني الأطفال الصغيرين بيدافعوا بقى عن ما تغلسوش على إيسو اللي هو الولد المختلف المختلف بالنسبة لهم فابتدوا أنه هما يتعاطفوا ويحسوا أنه هذا البطل وابتدت البنت اللي هي بنت حد معايا في الشغل تقول أنا بحب إيسو طب أنا عايزة كده بجنب إيسو إيسو ده البطل يعني يبتدوا يشوفوه لأنه هو فعلا مميز يعني هو فيه الطيبة وده متماشي مع اللي حاصل في المدارس يعني فكرة الدمج اللي موجودة دلوقتي في المدارس المختلفة صح الولاد قاعدين معاهم في الكلاسي الولاد الأكثر تمييزا وموجودين معاهم يعني مضبوط الشباب الصغيرة المتميزة تعرفي الأطفال بتتقابل مواقسة المشكلة في الأهالي كمان يعني الأهالي حتى فيه لقطة كانت في فيلم أن الأهل بيقلقوا يعني مثلا البنت ممكن تكون رايحة تلعب عادي هي شايفة الكبار بنحكم اللي مشعل فيه فبنبقى الولاد الصغيرة يمكن تعلمت دا وفهمته لكن الكبار بتبقى مش عارفة عشان إحنا بقينا نحط لييرز وبقينا نعمل جودجمنتس والولاد الصغيرين بيبقوا بيور كده ما عندهمش جودجمنت طيب عايزين بس نتكلم أكتر عن قصته قصة الفيلم نفسه يعني قصة الفيلم مثلا صعوبات اللي بيواجهها إيسو وازاي النس بتتعامل معا من خلال دا قصة جديدة مش كده سوبر إيسو سوبر إيسو بقى هو بيتكلم أنه هو ولاد بيسحى بقى الصبح ورايح التمرين تعرف الأولاد المميزة بيبقى أهلي ومواخدهم على طول وبيتحطهم في تمارين وفي حاجات فنية وكده فبيبقى عليهم ضغط برضو نوعا ما وبيتعرض أن هو رايح التمرين الصبح أوكي بيسحى مع مامته وبعدين بيتعرض للتنمر وهو بيعوم الولاد بيتحكوا عليه إيه دا غريب قوي بيعوم بطريقة غريبة كده وبعدين هو بيبتدي يعوم بس مش بيعوم قوي لأن الحاجات دي أثرت فيه طبعا فبيرجع يعني ما بيسبقهمش وما بيعرفشهم كويس وبيبتدوا وبيطلع لمامته بيقول لها أنا مختلف وأنا مش زيهم فأنا مش عايز أكمل في السباحة فهي برضو باين أن الأمة قد إيه بتبقى محتوية الموضوع ودي مهمة جدا لأن الأمة هي الحكاية كلها طبعا يعني هي فعلا الحكاية لازم تدعمه للنهاية بالزبط فبتقوله خلاص ما تعيطش مش مشكلة ويعني أخذت الموضوع من غير ضغط وكده وهو بقى بعد كده بيحصل بقى في الفيلم حتى كده أنه هو بيبتدي بينام وبعدين وهو إحنا عاملين ميكس كده بين ما هو نوم ولا حقيقة وبيتماشى في الجنينة بيلاقي من غير ما يقصد بيلاقي بيخبط في بيت نمل فبتطلع له النملة والنملة المرة دي طلعة وهي عندها حاجة في رجليها يعني رجليها هي ما بتمشيش كويس وعندها رجليها مش يعني مش عادية ومركبة رجلي كده وربطها بطريقة من شجرة وبتاع فبس فبتقوله أنت هتساعدني في أنت هديت البيت وانت كنت عايز تماوتني قال لها لأ مش قاصد أنا كده وبعدين بتبتدي بقى يقول لها طب هتساعديني أن أنا أبني البيت فقالت له آه هساعدك فقال لها طب هتساعديني إزاي فهو المرة دي هو اللي بيجدش وبيتنمر أنه هو أنت ما عندكيش رجل يعني يعرف اللي هو فقالت له لا أنت فاكر إيه وبتبتدي تغني وتوريله هي بقى بالنسبة له بتبقى المنتر بيسحى بقى أنه حابب أنه هو بقى يكمل ويرخ السباعة فتشجيع يعني هو الفيلم فيه رسالة كده تشجيع وأنه الحاجات دي كلها تتكلمي عن عدم إزاء حيوانات عن عدم الحكمة على شكل الأشخاص أنت عملت دي رساية هي حاجات كتيرة فعلا كده وساعدني فيها طبعا محمود هو اللي كتب القصة وفعلا تلعت حلوة جدا يعني فدي الفكرة ردود الفعل بقى أنت قلت أنت قست ردود الأفعال قلت الأطفال أولاد صحباتك أو اللي أنت يعرفها هم مثلا بيتفرجوا على الفيلم بعد ما تشوفوا أو صوروهم هم بيشوف الفيلم ردود أفعالهم كانت عاملة إزاي لا كله مبسوط بقى وكمان لما بتطلع نملة كده وبعين فيها خيال شوية هتعده فهو صغر وبقى قد النملة يعني كلها كانت حاجات مفاجآت كده في الفيلم طبعا المخرج خالد زبطها جامد فكل حاجة كانت أعرف اللي هي مبهرة وفيها حركة بسرعة وفي خلال الست دقايق دول الفيلم كده كابسولة بسيطة فالناس طلعة فاهمة كمان أن النملة بتقدر تشيل أكتر من وزنها ومش مشكلة فكرة أن عندها رجليها ما بتمشيش كويس بس هي بنت البيت وفرحانة ووراها نملة كتير يعني تحسها شخصية كده النملة كمان طلعة شخصية مهمة جدا ريم ده الجزء التاني ويعني أنت المنتجة يعني محدش بيبقى حاطة فلوس وبيستسمر فلوس في حاجة غير لما بتكون يعني بتعمل نوع من أنواع النجاح ويساعدك أنك تقدر تنتجيها تاني يعني ده معناها أن الجزء الأول كان نجح كويس جدا مع الجزء بقى بتاع الرسالة اللي أنت عايزة توصليها واضح أنه لقى إقبال بصي خالص بقى ما عايز أقولك بقى خالص يعني أنا عملت الفيلم الأولاني أنه رسالة ومكتش مفكرة في حاجة بس قلت لو أنا هكمل أحب أن يعني طبعا يبقى فيه أي سبونسورينج أو أي حاجة يعني بس يعني ما حصلش بقى كده وكملت وخلاص يعني قلت خلاص أنا يعني عايزة أعمل كده ما لهاش علاقة بحاجة تلس حول فين الجزء الثالث ما هو بقى يعني إيه بصي الجزء الثاني يعني بعد ما خلصنا الجزء الأول أنا عايزة أقولك أنه يعني هو فيه حاجات بقى بتحصل غريبة جدا يعني أنا مثلا عرضت الفيلم على ناس أنه يحطوه ببلاش في بداية الأفلام قبل الأفلام يعني في السينمات أنهما يحطوه في المدارس كمان قديته الأصحابي وكده أدنه هما يعرضوه في المدارس بس قلت إيه ممكن عارفة لما بتدخلي السينما وبيبقى فيه فيلم كارتون في الأول فقلت تبقى حاجة كده هنا في مصر مثلا كان الردود أنه لا يعني الناس فيه فلوس مدفوعة علشان الحاجات اللي قبل الأفلام فبالتالي إحنا مش هنحط لك فيلمك فدي حاجة دبي ست دقائق فيه عايز أقول لك مركز بقى شيخ راشد مع الشيخة جميلة في الإمارات عايزوا الفيلم وقالوا هيحطوه في اليوم الإعاقة فيه يوم عندهم بيبقى هو ده عاملينه سيمبل يعني يوم الطفل المعاق هيعملوه ويحطوه في كل السينمات يعني الأولاد لسه داخلين للمدرسة وفيه عام دراس جديد وبيعرضوا أفلام كرتون بكل تأكيد في المدرسة بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة عشان نشجعهم مهم والفيلم مدته صغيرة يعني ست دقيق مش حاجة وفي نفس الوقت برضو وزارة الثقافة لازم يكون فيه نوع من أنواع التعاون معاك لأنه ده بالمناسبة دور مجتمعي مهم جدا لإنتم تقوم بيه وده دورنا كلنا هو وزارة الثقافة بتدعم المهرجان عموما بتاع أولادنا جدا يعني فري سابورتف فهي يعني أنا ما طلبتش من حد حاجة يعني هو ما حدش أثر بس في نفس الوقت نظر هم اللي يطلبوا منك ونرجع تاني بس الكريم كريم من الشخصيات الجميلة جدا يعني في معرض القهرة الكتاب كان فيه جناح طبعا كان فيه جناح خاص لزو القدرات الخاصة وهو كان موجود هناك مبدع يعني بيعمل مشغولات يدوية رائعة وداني سفحة بالمناسبة دية وهو اللي عملها هاند ميد من الخشب بتاع أشجار الزتون فهو بصراحة مبدع في كل حاجة ما شاء الله عليه كريم وإحنا بنشكرك طبعا وبنتمنى لك كل التوفيق ونتمنى كمان ما نشوفش جوزء تاني بس تالت بس تالت ورابع وخانس إن شاء الله شكرا جزيلا للمنتجة ريم حمودة منتجة فيلم سوبر إيسو شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك